اشتركوا في القناة كل ما هو طرابي كل ما هو كلاسيكي دراسة ديالتي كما يا معروفة دراسة تخرج من الموسيقى دراسة ألفة العود اختصاص ديالي للمشحات والمواوي كل ما هو طرابي الحمد لله وإحنا دائما في صدد الاشتغال على كل ما هو طرابي سواء كانت الأغنية الشبابية كتكون واحد لبسماء الواقع الفني اللي كنعيشو داباوة صراحة الواقع كما كنشوفوهونا غير واضح كنت نقولوا واحد الطباب كنلقوا مشكيل دابا حنا في الأغنية المغربية صعيبة كانت طجيج كنصداع ما كنش هدك الإبداع أكتر أكتر كما كنقولوا كندابا حنا الموجة سريعة وكين الموجة اللي كتب من أجل كما كنقولوا كسب المال أو من أجل نيلا كوميخص ما كنش هدك الفنة أو الأصلة قليل أو للأسف حتى كما كنقولوا الأدن الموسيقية ما بقاش بزاف باش يكون هدك الإبداع أكتر أكتر لا أعرف من السبب واش من الناس المسؤولين أو من الناس الفنانين ولكن الحمد لله راح نباقي أصوات في المستوى اللي كتحاول تحافظ على الأغنية الترابية والأغنية اللي في المستوى بالنسبة لهذا السبب السبب الأول والرئيسي هو سبب الإنتاج كما كنعرفوا بأنه الفنان المغربي كيعاني من الإنتاج مش حالة هذا كما كنعرفوا بأنه فاش كيكون عندك واحد العامل خس كتصدره خس كعودتاني تنجوه خس باش يدوز في المواقع التواصل يدوز عودتاني في السوشال ميديا هذا المشكل اللي كيخلي الفنان المغربي يلتجأ لي اليوتيوب يوتيوب يعني صراحة هي واحد الوسيلة اللي خلت جميع الناس ماشي الفنانة بزاف أنت كتشوفو كم ماذا باك نشوفو سوى في المصرحة كتشوفو الناس ولو كيعيشوا من يوتيوب روتي اليومي بزاف كوش كيعيش من يوتيوب هذا هو السبب اللي كيخلي حنا بنسبلنا كفنانة يعني صعيب لانحنا باش نتجوه العمل والمشكل لكن القناعة عاودتاني أكتر وهو المشكل دير الكورونا دير الكورونا خلت عاودتاني أكتر أكتر الفنان تضغط بزاف تضغط بزاف والتجأ اليوتيوب كما كان عرف بأنه كل شي الحمد لله كان بعض مرة كيتحلو يعني المطاعم تيتحلو المقاهي تحلت الحياة شوية ولكن الفنان باقي مسدود عليه ما عرفناش حنا علاش سبب وواش صراحة لهذا حنا كنتجو اليوتيوب والفنان كيحاول من المال ديالو الخاص اللي كي كما كان قولو الى القاش شوية المدخول من اليوتيوب كيحاول انتجوه العمل هذا هو اللي صراحة الوسيلة باش كنلقى وحنا كان عيشو بها ونفس الوقت كانتجو بها وكانتمنوا ان شاء الله يكونوا منتجين التفتوا واحد تشوف الفنانة لانا كين الاصوات في المستوى وكين الاصوات كي يشرفوا بالمغاربة مشي ضروري اصوات يكونوا معروفة الاصوات معروفة الحمد لله عندهم واحد عندهم واحد اللوجات او التوجه ديالهم معروف ولكن كين الناس المساكل اللي باقي غادي يرفعوا بأكتر أكتر بالأغنية المغربية وارفعوا بيكونوا صفراء المغاربة هم اللي يخصم شوية العناية وشوية يعني واحد الالتفات ويبدعونه. ويجعلونه في النهر هو يجعلونه كثير من جهده لكي يجعلونه بخدوين في المستوى. لهذا تمنى ان شاء الله تكون واحد صورة له واحد الاهتمام بشته يبدع اكثر اكثر. اول فكرة كانت الاغنية كانت في الفين وسبعتاش اول حاجة كان شكور الصديق اللي يتعون معايا اللي هو محمد محمد درويش. كانت الفكرة قلت علاش لله ما نكتبوا الحن لانني انا كما كان عارفوا الناس بانني درست الموسيقى وعندي نبدع الموسيقى ودرست الموسيقى. قلت علاش اللي انا ما نبدع في الاغنية. يعني ما بانني كفنان او مطريب ادي كل ما هو طربي. حاولت باش هذه الاغنية باش تكون طربية ونسل وقت كل اغنية لأول مرة يعني فنان مغربي يلحن ويكتب اغنية اه فيها الشام وفيها واحد صورة فولكلورية فيها الدبكة فيها يعني مقامات فيها توزيع متنوع. والحمد لله رأى غادية كما كان شوفه ده براح نرى الاغنية غادية باستمرها في واحد المشاهدة حقيقية واغنية في المستوى كانت تمنى تنتاشر اكتر اكتر لانها يسمعها كبير ولا صغير ما فيها شي حاجة قلة الحياة. لكن الحمد لله انا حاولت باش نبدع في هذه الاغنية ودرت واحد العنوان اللي كي حملها العد والرابابة. العد والرابابة لان كما كان عرفه العد والرابابة وما الات موسيقية وعندهم معاني وعندهم احساس ولكن هما عندهم اختلاف في الشكل ليس في الالحان ليس في عفون ليس في كما كان قوله في العزف. هناك اختلاف العزف اللي هذا اخترت القلت من لا فرقين بتاننا مغربي وما بين الشام. يعني احنا الحمد Addulillah كان بقوهم مغربة. والشميين والسوريين وكل مشارق اسمعنا دين واحد لهذا قلت نختار العد والربابة ومن هذا المنبأ كان نشكور يعني المنتج اللي تقف هذا العمل ديالي ومنتجlli هذا العمل ديالهي ديالهيبة وكان شكور يعني المخرج اللي قام بتصور هذا الاغنية منصف بوزوبا وكان شكور الادارة الفنية اللي ساتسان دي ما سوي سان فاتح وكن شكور جميع التقم الفني اللي يشتغل معايا فهذا العمل لأنه شوية صعب وكتبانيا سهل كما كنقول السهل الممتنع ولكن صعيب باش تدي واحد واحد العمل فهذا الوقيته وبالمجهود يعني أقل أو بتكلفة أقل ولكن الحمد لله راح حاولنا صورنا ودرنا له واحد الكليب اللي في المستوى وفي نفس الوقت صورنا بالطلب ايضا وصراحة أن هناك كين بزاف الكتاب أو الملحينين في المغرب ولكن أنا صراحة أن كانت منه يكتب ليه الأمير نواف بن فيصل المعروف بأسير الشوء لأنه صراحة أنه فنان في المستوى وعنده تعبير رومانسي في الكلمات ومن برك كانوا جهليه التحية وكانت منه يكون بينه بينه عمل حنا كما كان عرفوا بأننا لما كان نصدروا شي عامل دي ما كان فكروا في صدد الاشتغال في عمل إن شاء الله راه يا إما غادي يكون عامل رمضانية إما غادي يكون بعض الرمضان ولكن الحمد لله راه كين عامل وإحنا راه كين الفكرة وإن شاء الله خاصة التطبيق وكما كان نقول راه غادي نشوف كيفاش نديره باش ننججوا عمل جديد عطيني الأود وعطيني الرضابة عطيني الأود وعطيني الرضابة اشتركوا في القناة